المرصد العربي لحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار ترسيخها لدولة القانون والمؤسسات وأكد المرصد أن مملكة البحرين والدول العربية لديها هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني معنية بتقييم حالة حقوق الإنسان وتصدر تقارير دورية في هذا الشأن وشددا على أن المرصد ذاته يعد أداة رقابية ذاتية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية وطالب المرصد برلمان الأوروبي بعدم إطلاق أحكام باطلة محذرا من أن تسييس قضايا حقوق الإنسان واتخاذها كأداة للضغط والابتزاز هو أكبر انتهاك لحقوق الإنسان ولكافة القواعد والقوانين الدولية التي تؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي مبرر وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على رفضه التام لمحاولات أي طرف فرض الوصاية على الدول العربية تحت دعاوى مغرضة هدفها المعلن حماية حقوق الإنسان ولكن مقاصدها الحقيقية هي التشويه المتعمد للصورة الخارجية للدول العربية والإساءة لمكانتها وسمعتها